السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل سنة وانتو طيبين يا حبايبي ويعود علينا وعليكم ايام بخير احنا في ايام جميلة جدا رمضان ده حاجة جميلة جدا جدا لازم نبدأ فيها هنعمل مع بعض حل الهلال اللي قدامكو ده من بره مقرمشة كده وجميلة ومن جوه هاشة وطرية بكبايتين دقيقة هتعملي الطبع اللي قدامك ده كله هنعوز كبايتين دقيقة وهنعوز قلبة زبادي مناكهة باي طعم يعني زبادي دانون لقيت من فيه حاجة جديدة اسمها بالسوبيا كده جميلة جبتها وبيضة ومعلقة كبيرة فانيليا ومعلقة كبيرة خميرة ومعلقة كبيرة سكر ومعلقتين زيت وربع معلقة بيكين بودر وربع كبايت ماء هنجيب اول حاجة كبايتين الديق وهنحط عليهم معلقة خميرة كبيرة حاجة جميلة اوي وزريفة اوي بيتعمل بسرعة وطبعا رشة الملح ما ننساهاش يعني معلقة خميرة كبيرة ورشة ملح وعليهم معلقة كبيرة سكر ربع معلقة بيكين بودر صغيرة ومعلقة فانيليا وهنحط معلقتين زيت يعني حاجات كده في ثواني تقافي تعمليها جديدة ومش تقلدية زي ما بنعمل دايما كنافة وطايف ومش عالف ايه لا نعمل حاجة جديدة ودي البيضة بتاعتنا بيضة واحدة بس كفاية يعني كبايتين دي وبيضة تقومي تعملي احلى حلا الهلال بشكل الهلال كده حلوة دايما تحسسنا ان احنا في رمضان ودي كباية زبادي انا بصراحة كنت بجيب يعني كنت هحط كباية زبادي عادية بنكة عادية لفراولة بقى اي حاجة عشان هي دي النكة اللي هتكون في طعم الحلال الجميل اللي احنا بنعمله لقيت بقى دانون منزلها اللي هي صوبيا طعم الصوبي قلت يا سلام كمان بطعم الصوبيا دي هتبقى طحفة وفعلا عايز اقول لكم ريحة العجينة وانا بعجينة ريحتها رهيبة طبعا هنعجل المكونات كده اللي احنا حطناها مع بعض وبصوا الكباية دي دي كباية صغيرة وفيها نص كباية مية مش هناخد المية دي كلها هو شوية المية اللي حطتهم دول بس كفاية طبعا انت ايدك مزان وانت يعني ست البنات هتعرفي على طول انه خلاص العجينة دي مش عايزة مية تاني بصوا يا بتلزق في ايدي ازاي طبعا مش هنحط مية تاني كده خلاص يعني حطينا احنا معلقتين دول يعتبروا سوائل وحطينا البيضة وحطينا ربع كباية اللي قدامكم يعني كنت ماليها نصها خدت ربعها بس هحاول عجن فيها علشان تطلع من ايدي كده طبعا مش عارفة عاملها في الطبق هحط كده على رخامة شوية دي وهعجنها عجنة بسيطة كده بحس انها تلم شوية هي هتفضل تلزق برضو بس على اقل نكون ايه اتأكدنا ان المكونات كلها دخلت في بعض ديها تمام زي ما انتم شايفين كده ان عجنها عجنة بسيطة يعني مش عجنة كبيرة ولا حاجة حلوة قوي وسهلة لو عجبتني قوي بمناسبة رمضان قدت لازم اعملها لكم عشان تجربوها خلاص هي العجنة كده خلاص يعتبر احنا كده عجناها مش بتاخد عجن كتير ولا حاجة وهنحطها في الطبقة هو وهو ونغطيها ونحطها في مكان دافي بصوا ماخدتش الا ربع كوباية المي هنغطيها كويس ونسابها في مكان دافي عشان الحجمها يتضعف كده بعد حوالي نص ساعة بس سخنت الفرن بصراحة وحطتها علشان اخلصها على طول وسخنت زي ما انتو شايفين كده قصدي خمرت وهنزلها على الرخامة بقى مرشوشة دقيق وهنعجنها عجنة بسيطة كده يعني نطلع منها الهواء وهنه هقسمها نصين علشان انا الرخامة بتاعتي صغيرة فمش هقدر افردها كلها لو انت عندك المكان واسع افرديها كلها مرة واحدة هتكون افضل يعني هتريحي نفسك هبتدي افرد بقى العجينة طبعا احنا عارفين انها بتلزق فهنستعمل الدقيق على طول علشان ما تلزقش معنا ولا في الرخامة ولا في النشابة يعني حالة لذيذ ومناسب جدا لرمضان وخفيف وسهل ويتعامل على طول ما فيهوش اي حاجة ولا فيه مكونات اصلا زي ما انتو شايفين يعني كوبايتين ديق وبيضة ومش عارف ايه وعلبة زبادي طبعا زبادي مالي التلاجة عندنا وياريت يكون زبادي مناكه ياريت علشان هو ده هو دي هتكون ريحة وطعم الحالة بتاعنا اللي هو حالة الهلال زي ما انتو شايفين ما فيش فيه اي نكهة فدي هتكون النكهة بتاعته عايز اقول لكم ريحته طحفة طحفة وطعمه جنين لما بيخلص يجنن بصراحة لدينا فلدناها رفيع جدا لانو خدوا بالكم احنا حاطين حاجتين يعملو لها رافع يعني ينفيشوها حاطين بيكين بودر وحاطين خميرة وانا انا جاء ما عنديش قطاعة فقطعتها في كوب كوباية هنقطعها دواير كده الاول العجين ده بقى اللي احنا هنطلعوا ده كله بيتعجن تاني ويتفرد تاني واتطلعي منه نفس الموضوع بصي بقى هتيجي على يعني تلتين العجينة وتقسيمي كده بالكوباية هيطلع معاك الهلال الجميل الزريف اللي انتو شايفينه ده بصوا تواحفة جميل جدا وفاكريتها سهل قوي ادي الهلال بتاعنا طلع شكله حلو قوي طبعا كل الحاجات اللي بوريها لكم دي كلها بتتعجن تاني بس تتسيبها ترتاح خمس دقايق بس وبعدين بتعجنها وتفرديها وتقطعيها برضو انا هجيب صناية وحط عليها راشد دي علشان ما تلزقش واتقلق واشي للهلالات بتاعتنا الجميلة دي احطها علشان ترتاح عشر دقايق بصوا هي مش هتلحق ترتاح لانه انا على ما خلص كل العجينة اللي معايا هتكون اول صانية عملتها خلاص ارتاحت هتبتدي تتقلي على طول في الزيت دي اخر معانا قطعة طبعا عملت كل العجينة اللي كانت معايا فدي اخر واحدة حبيتها وريها لكم تاني برضو انا بقطعها الاول بنقطعها ده وريات طبعا عايزة تكبري الهلال بتكبري الكباية الاول اللي بتقطعي بيها شايفين تلتين وتلت بيطلع هلال على طول تلتين وتلت بيطلع هلال واضحة جدا يعني طحفة شكلها جميل جدا نصو شكل الهلال جنن تمام ادي الهلال بتاعنا حطناهم في اطباق زي ما قلتلكم بصوا وسبتهم على جنب وادي صانية اول واحدة عملناها هي اللي هنقليها الاول بصوا ابتدت تنفش بس مش هنخليها تنفش اكتر من كده في زيت بقى على النار وهنبتدي ننزل الهلالات بتاعتنا تتقلي بصوا شكلها طحفة ازاي اول ما تتحط في الزيت هتنفش قوامها بقى لما بتخرز بتكون هشة ومقرمشها كده من برا ومن جوه فاضية وجميلة جميلة يعني مش عارفة اقول لكم ايه بصوا شكلها طحفة ازاي خلي بالك طبعا لونها بيحمر بسرعة الزيت سخن بس نار هادية يعني متوسطة مش وطية خالص نار متوسطة بعد ما بيسخن الزيت كويس بيبتدي انزل الهلالات بتاعتنا الجميلة اللي بتحسسنا ان احنا في شهر رمضان يا ربي يا ربي يعود علينا وعليكم بألف خير طبعا هيكون عندي طقصانية كده فيها منديل عشان نطلع عليها الهلالات بتاعتنا دي علشان تنزل زيت عايز اقول لكم حاجة ما بتشرابش زيت خالص ما بتشرابش زيت نهائيا يعني يعني انا حطتها على المناديل دي ما شربتش اي زيت بصوا ما بتاخدش ثواني في القلية على طول بتاقب لونها بيحمر وبتنفش وبتبقى جميلة قوي شكلها حلو قوي وهي بتتقلي كده ودي الدوائل اللي كانت في النص خلتها زي ما هي بصوا بتمفش بتبقى بزي البلونة على طول على طول على طول بتبتدي تقليبيها علشان ما تنفش قوي احنا عايزانها منفشة بس ما تفرقعش يعني على طول لونها بيحمر تكون ايدك دايما كده معاك المعلقة على طول تقليبي علشان ما تتحرقش من ناحية وناحية لا بصوا شكلها تحفى ما شاء الله جميل جدا بصوا شكلها حلو قوي مقرمشة كده اللي احنا طلعناها وهشة ومنفشة وشكلها حلو قوي همطلحها برضو على المناديل المناديل المطبخ علشان لو فيها لو فيها نقطة زيت تنزل زي ما بقولوك كده ما بتشربش الزيت خالص يعني مش هتعمل بقى حرقان وتتعبنا بعد الفطار لا 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 بجد والله يعني هتشكروني جدا عليها يعني هتعجبكوا قوي قوي بصوا شكلها حلو قوي هنا خلاص التزيين بتاعها بقى يعني لو عندك سوس شوكولاتة لو عندك سوس كراميل انا بالله ما كانش عندي سوسات خالص فاروحت حطاها في سكر سكر عادي صنطرفيش اللي احنا بنشرب به الشاي زي ما انتو شايفين كده بحطها على السكر وبحطها في طبق التقديم بصوا شكلها جميل قوي وقادي شكلها النهائي بصوا من جوه هشة ومقرمشة كده من بره وطعمها حلو يارب الفيديو يعجبكوا لو عجبكم ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك